اهلا بكم في مطبخ بسمتي ببرنامجنا حلو بلا سكر بمناسبة رمضان ونقدم لكم هذا البرنامج بالتعاون مع عسل لانغنيزي اليوم سنعمل وصفة المهلبية بالبرتقال ونبدأ بالمقادير لهالوصفة بدنا حليب كامل الدسم كريمة نشادرة ونستعمل عسل زهور البرية من لانغنيزي لطبقة البرتقال بدنا عسير برتقال شوية نشادرة وبدنا نفسه مفروم ناعم للزينة حتى تشوفوا كل المقادير بالتفاصيل ضغطوا على هذا اللينك لنبدأ الوصفة سنضع الحليب بطنجرة ونضيف عليه الكريمة ونضيف 100 جرام من عسل زهور البرية ونضيف الحليب والكريمة مع العسل ونضيف نشادرة ونضيف نشادرة ونضيف ماء ونضيف نشادرة مع الماء بهاي الطريقة لا يكتل معنا لما نضيف الحليب والكريمة ونضيفه للطنجرة ونضيف المزيج على نار متوسطة ونحرك باستمرار حتى يغلي ونضيف المزيج نسكبه بالأكواب نضيف المهلبية درجة حرارة الغرفة فقبل أن نقلقها على البرار لحتى تتماسك بالكامل نضيف طبقة البرتقال نضيف عصير بارتقال ونضيف معلقة الطعام من العسل زهور البرية ونضيف نشادرة الآن نضيف عصير البرتقال على نار متوسطة و يتم حرك باستمرار يجب أن نضيف المزيج يغلي حتى نشاط دراء يتفعل بعد الغليت عصير البرتقال تركته يبرد قليلا و الآن يستكبه على المهلبية أفرد قليلا العصير بالسباتولا على مهلية حتى لا يحرك المهلبية و نسكب على الثاني أفرد قليلا على مهلية يمكنك أن تستعملوا ظهر المعلقة و الآن نرجع المهلبية لمدة ساعة على البرات لحتى تجمد طبقة البرتقال و آخر نضيف السطح بالفستو المفروم نضيف الطريقة بس بالنص لحتى لا يغطي البرتقال و هذه كانت وصفة المهلبية بالبرتقال إن شاء الله الصحة و عافية جربوها و شاركوا معنا الصور على صفحتنا في فيسبوك مع الهاشتاك باسمتي وأنا بنتظركم بكرة لحلقة جديدة من برنامج حلوبة لسكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر